وشفي تشفرات لكم شي حاجة في الخدمة ولا في العصال وخم عافين شكون كتشكوا في شي واحد كتشكوا مزيان لان بينا في هنا هو اللي ديره مش منشك ترا هو اللي ديره ماكين شي واحد من غيره وفي الاخر كتلقاوا راسكم بان هذيك الحاجة كتونسينها في شي جيب ولا تحت شي وراق في البيرو ديك الساعة كتشدتكم هذيك الاحساس ديل رقم دلمتو شي واحد القاعدة كتقول بانك باريء حتى تتبت عليك انك مدنب ولكن القاعدة مش دي منك تطبق الفيلم دي اليوم هو القصة الحقيقية ديل محمد ولد صلاحي اللي دوز 14 العام في غوانطانامو الفيلم اسميته The Mauritanian وخرج في 2021 مرحبا بكم في حلقة جديدة دي السوليما بودكاست القصة دي الفيلم هي موخودة من المذكيرات دي المحمد ولد صلاحي اللي يكتبهم وهو في غوانطانامو واللي تنشره في 2015 وهو باقي محبوس وكي عاود فيهم القصة ديالو القصة اللي غادي تبدأ شهراين من بعد الاحداث ديل سبتمبر 11 غادي يجوي البوليس في موريطانيا بش يديول شي تحقيق وهو غادي مع البوليس غادي يقول مو تخليلي حقوم اللعشاء مشي يلحقش في الجوع ولكن طريقة دكية بش ما تتهولش عليه ولكن للأسف هدي قدي تكون آخر مرة اللي غادي تشوفوا فيها مو غادي تموت وهي قد تسناه يخرج الفيلم كيبين جميع طرق التعذيب اللي غادي يتعرض ليها والبشاعة دي المعاملة دي الجنود الأمريكيين في الحبس ديال كوانطانامو في كوبا محمد ولد صلاحي غادي دوزاد لمدة كاملة بلا تهمة وبلا محاكمة دمب دياله الوحيد هو أنه في جميع المواصفات ديال الإرهابي محمد ولد صلاحي خصوصا من بعد الأحداث ديال 9-11 مبقاش من نوع ديال الناس اللي كيتطبق عليهم مذيك الهدرات ديال كل متهمين باريء حتى تتبث إداناته هو ضحية من ضحايا الحرب ضد الإرهاب إنسان ليفقد الحقوق دياله كاملة لأنه مشكوك فيه ورغم ذلك الحاجة اللي متيرة في الشخصية دياله هو أنه إنسان عنده دائم الابتسامة وعزيز عليه يقشب فاش كتشوف قاعدك شي اللي يداز عليه بعد الفيلم راه ما بينش كل شي كيبالك بأن محمده شخص فريد من نوعه إنسان عنده قلب كبير الفيلم وخاص صعيب وكي بينش مشاهد ديال التعذيب اللي صعيبة راه فيه لقطات جلد ضحك كما كان قولو كترة تلهمك يضحك بحل مثلا في واحد اللقطة سيتملينا واحد لافيش مكتوب عليها ممنوع التعديع للإيقوانا الإيقوانا هي بنت خالت بوبريس الكبيرة وديرين عشر آلاف دولار غرامة لأي واحد آدها للحيوان يعني لك أنت إيقوانا الجنة بالنسبة لك هي قوانطانام ولكن أنت بنادم نفس البلاصة كتولي جاهلنا هاد نوع ديال اللقطات وشي بارتيات ديال الحوار اللي كي جيبوا الابتسامة مهمين باش أولا يبينوا لنا شحال هاد الوضعية أبسورد ويقربونا من العقلية ديال الشخصية الرئيسية محمدو اللي كيلعب الدور ديالها الممثل طاهر راحيم المخرج كيفين مكدونالد كان قال بأن واحد من الأمور اللي خلاته يقبل هاد البروجي هو فاشهدر مع محمدو في تليفون وعجباته الشخصية دياله والقدرة على المسامحة والضاحك دابا رادي نخلوف تفاصل اللي تقدر تحرك لكم من فين إذا إلا ما تفرشوش سيروا تفرجوا أرجعوا الحياة ديال محمدو والد صلاحي غادي تبدأ تتبدل فاش محامية نانسي هولندر غادي تشد القضية دياله نانسي هولندر هي محامية حقوقية لكترافع ما الدولة من إيامات الفياتنان هل ترى صلاحي تجد محامية دياله؟ من؟ نانسي هولندر شخص محامية حقوقية دياله في البركيركي بالنسبة لنانسي هولندر ماشي موهيم مش محمدو باري ولا مدني ولكن الموهيم بالنسبة لها هو أن الحق في المحاكمة العادلة خاص يكون حق لكل شيء وفي كل أوقات ماشي لحقاش مريكان عاشتوا واحد الهجوم إرهابي يعني الحقوق غادي تنساوه بدافع الحماية على الناس التعامل جنام مع الواقع مبني على الحجج ماشي المشاعر خاص كل شي يكون فيه الياقين هذا القديه بالنسبة لها ماشي القديه ديالشخص ولكن القديه ديال المبدأ هذا النقطة في الشخصية المحامية مزيانة وخيبة في نفس الوقت لأن الظروف اللي فيه محمدو كيخليه يحس بأن نانسي هولندر اللي لعباها جودي فوستر واللي صراحة قناة الدور كتبليه بحالي ما ماهتماش به كإنسان وغادي يحس بأنها ما تايقاش في البراءة دياله The case The case The case You're not committed to me A person No You think I'm guilty Say it فهذا القديه نانسي غادي تساعدة واحد محامية مبتدئة تيري دنكن اللي ما عندهش تجربة ديال نانسي واللي غادي تقلي العاطفة تحكم فيها كيف ما قالت الممثلة للابات الدور ديالها شايلين وودلي I think Terry I mean Terry's a lot younger than Nancy and I think this is not something this is not a common occurrence for her I think at this point in her career she wasn't used to being confronted with people that she didn't know if they were innocent or not maybe kind of had to make a moral choice or an emotional choice and she's not as shielded and she's not as guarded as Nancy is she hasn't built thick walls around herself to protect herself from disappointment في الفيلم كان تبعوحت القصة ديالطرف الآخر العسكر اللي قرروا انهم غادي تتهموا محمد وولد صلاحي بالإرهاب وغادي حاولوا يوصلوا للحكم بالإعدام باش يضربوا به المثل غادي كلفوا المحامي العسكري ستوارد كاوتش اللي لعبو بنيدكت كمبرباتش كلما كان تقسميه دياله دمو متر بلا من تهجك يجيب لي الله خصوم يعطيوني فيزا كمبرباتش إذن الشخصية اللي كيلعبها كمبرباتش ستوارد كاوتش غادي يكون مسؤول على الإدعاء يعني المحامي اللي الدور دياله هو يغرق محمده الاختيار دياله كان لأنه محامي مزيان ولكن أيضا وخصوصا لأنه صاحب واحد من البيلوت ديالوحدة من طيارات اللي تفرقعت في سبتمبر 11 يعني الشخص اللي غادي يكون عنده واحد الموتيفاسيون العاطفية وغادي يبغي ينتاقم لصاحبه غير هو ستوارد كاوتش هو راجل مسيحي متدين وهات القضية غادي يتكون مهمة من بعد في القصة لأن السؤال اللي كيترحوا الفيلم هنا هو كيفاش راجل معقول ونازيه يقدر الانتقام والخوف يعميه ويرفض يشوف الإمكانية جل انه يكون غالط هالجوش ديال محاميين نانسي وستو كيبانوا بحل الى فجوش فراقي متعادية ولكن وخاهكاك بجوجهم عندهم بزاف دي القواسم المشترك بجوجهم ما مختانعيش بالله محمد والتصلاحي باريء وبجوجهم عندهم التيقة في العذالة والحجج باش الحكم يكون عادل عكس تيري دانكن اللي داخله بقلة التجريبة ولي غديتعاطف مع محمده والتيق في البراءة دياله محمد والتصلاحي كان وقع على اعتراف بالمشاركة دياله في الهجوم الإرهابي ضد الميريكان الشي اللي خلى تيري دانكن اللي كيف ما تقت في البراءة دياله ضغية تبدل الرأي ديالها ضغية حسات بالله محمد وكذب عليها ونسات أن الدور دياله مش هو أنها تعاطف معه ولكن أنها تدافع عليه كيف ما كان الحال هذا هو المحور الرئيسي بالنسبة لهذه القصة هو وشكة محامي تقدر تدافع على الشي واحد لمعروف مجرم هات الشخصية ديال تيري دانكن كتلعب واحد دور مهم لأنها كتخلينا نشوف الفرق ما بينها وما بين نانسي هولندر ومدد ديال التضحية ديال نانسي وتشبت دياله في الحق ديال أي واحد لمحاكمة عادلة وخيكون ارتاكب جريمة بشعة بيأسير الفيلم من غير العدالة كيهضر على جوانطانامو والطريقة باش تسيرت البلاد من بعد 9-11 ديكل وقت البلاد كانت تعيشة في واحد الفترة صعيبة في محاربة الإرهاب تحت القيادة ديال جورج دابليو بوش داك شيء لاش كانوا بزاف ديال وثائق منوعة وسرية بالنسبة للطرافين والرأي العام بتا هو كان متقبل هاد القضية وخا كان عارف بلا كانوا خروقات ديال حقوق الإنسان بدعوا أن هادوك الناس يستهلوا شنو اللي يطاري لهم ستورد كاوتش لأنه من جهة العسكر غادي يكون عنده معلومات كتر وغادي يقدر يزور السيلونات اللي محبوسين فيهم المتهمين ديال جوانطانامو وغادي يشوف الحجم ديال البيوت الصغيرة ودرجة الحرارة اللي هابطة بزاف هنا غادي تبدل الوجهة ديال النظر ديالو كتبتدل غادي يفهم بلا شي حاجة مش يحتل هي المحاميين بجوج غادي مرسوا واحد ضغوطات باش يعطيوهم الوتائق الأصلية والوتائق الكاملة وفاش غادي يكتشفوا شنو فيهم البراءة ولا الإدانة ديال محمدو ما غاديش تبقى مهمة فاش غادي يكتشفوا الطريقة باش تعاملوا بها مع محمدو جوجهم غادي تأطروا بنفس الطريقة لأنهم بجوجهم ضد الممارسة ديال التعديب محمدو اعتارف ماشي لحقاش كان مدني ولكن لحقاش تعدب المدة شهور فدلوقت ستورد كاوتش غادي ينساحب من هاد القضية كأمريكي وكمسيحي ضامير ديالو ما كيسمحش ليه أنه يتابع القضية اللي كانت فيها المعاملة وحشية ديالإنسان في آخر المعطاف هو ونانسي هولندر غادي وليه أصديقها وغادي يعاونها بواحد المعلومة اللي ما غاديش تنفعها في القضية ولكن غادي تخليها تيقف الباراءة ديال محمدو محمدو كان نجح في جوج ديال المرات وهاد المعلومة كانت متفونة في صناتق ديالواتائق اللي سيفتعت هاد دولة لها المحامية نانسي هولندر غادي تبدأ تهبط لها غارد وتخلي العاطفة تدخل في القلب ديالها اللي كان مسدود من السنين ديال ممارسة القانون غادي تفتح قلب هلا محمدو لإنسان مشي محمدو القضية ديال حقوق الإنسان فد الفيلم كان نشوفوا بأن الوقت ديال بزاف والرئاسة بالثلاث واخدك شي الأمور كتبت البطء باقي لحد الآن بزاف ديال الأمور اللي مكتومة في السر والكتاب ديال محمدو والتصلاحي شبعان بارتيات مغطين بالماركر كحل محمدو والتصلاحي غادي تسطلق الصراح ديالو في 2016 وهنا في الفيلم غادي بيين لنا لقطات حقيقية من الحياة ديال محمدو اليوم أنا الحاجة اللي اطردت فيها أكثر في هذا الفيلم هي هاد اللقطات لأنك يبينو القدرة ديال محمدو والتصلاحي في الابتسامة والمساماحة وهذاك الابتسامة دائما مرسومة في وجه فاش كتسمع هذا النوع ديال القصص 14 العام اللي مشات ليه من حياته بحتش دنب كتسنا تشوف إنسان محطم وبغي ينتاقم الحاجة اللي اي واحد يتقبلها وتعاطف معاها ولكن محمدو فاش كتشوفوا القدرة ديالو ديال المساماحة كيعطينا كلنا درس في الحياة درس في مواجهة المصاعب ودرس في الصبر هاد الفيلم كيعطي وجهه للطلم وكيعطي وجهه للأمل والمساماح عمركم بتنساوا الابتسامة ديالكم والقدرة دياله شكرا لتتبع ديالكم من هاد الحلقة دي السوليما بودكاست نتلقوا السيمانة الجائية في حلقة جديدة شكرا وتحلو فريوس شكرا للمشاهدة